واحد يقول لي اللي خلا بأيومي في وقت دكتور مهم مش هيبقى فيه اخطاق طبية يا عم كبر مخك الحمد لله مفيش لا كسر ولا شرخ هو مجرد اللوي بسيط يعني هيبقى كويس بكرة ويتنطط بكرة ويتنطط لا على ايه بكرة بعد ساعتين بالزبط بس هنضطر تحط رجله في الفرن بس ياريت من تحت مش من فوق عشان ما تلسعش وما تفتحوش لرجله تقب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا دكتور محمد جودة مش شرفيني ومنوريني في القناة بتاعتي هارضا هنتكلم في فيديو كده عن الدقة الطبية في السينما والدراما المصري طيب في ناس كتير بتتفرج يعني على المسلسلات الحمد لله انا مش متابع ولا مسلسل بس شفت بعض كده الصور في او الصفحات الطبية بتاعتنا كده كده في الاول لو انت مش مشترك معنا ياريت تضغط زرار الاشتراك سبسكرايب على القناة وتعمل شير ولايك الفيديو لو عجب يلا بينا طيب احنا ليبنا نتكلم عن الفيديو ده احنا نتكلم عن الفيديو ده لان احنا كشباب دلوقتي في سنة عشرين عشرين في ناس كتير مننا مصقفين وناس كتير بتفرج على نيت فليكس وتفرج على اعمال اجنبية مشهورة ومنها الاعمال دي الاعمال اللي بتتكلم على الجانب الطبي واكيد كلنا لمسنا مدى الدقة ومدى الانبهار ومدى التفاصيل الطبية الشديدة اللي بتبقى موجودة في المسلسلات دي فانا كطبيب ببقى مفاجأ او مندهش بكمية المعلومات الطبية اللي في مسلسلات زي اي ار زي دكتور هاوس زي اه جريز اناتومي زي سكربز زي كتير قوي من المسلسلات الاجنبية اللي بيبقى فيها عاملين ان عامل قوة المعلومة والجرعة الطبية والحاجة التانية اتقان الممثلين وتقامصهم لدور الدكتورة فما بتلاقيش منهم نطق غريب للمصطلحات الطبية بل ان واحد من الدكتورة واحد سوري من الممثلين اللي كانوا في مسلسل اي ار زماني اللي كان موجود زمان اللي هي غرفة التوارق كان بيقول في لقاء تلفزيوني ان هو على وشك ان هو ياخد شهادة طبية بما معناه ان هو درس كتير من المعلومات الطبيعية الطبية بجرعة مكثفة جدا على العكس تماما عندنا في السينما والدراما المصرية الموضوع ده بيخلو تماما من الدقة الا في اعمال بسيطة جدا عشان كده بتشوف اخطاء فادحة جدا في المسلسلات والاعمال التلفزيونية بتاعتنا لانها غير مستندة على اساس طبي سليم مفيش استعانة بطباء اطباء ومراجع طبية عشان الحاجة الطبية اللي احنا بنتكلم عنه وبعض الاخطاء دي بتبقى اخطاء كوميدية جدا واحنا بنقول للناس دول طب ما تستعينوا باطباء معاكم في الجانب بتاع الكتابة ما تستعينوا بهم في جانب بتاع الاعداد بتاع المسلسلات والاعمال التلفزيونية اعتقدش ان هم هيكلفوا كتير الاطباء والدكاترة غلابة جدا اول حاجة واول صورة طريفة شفتها شفت مشهد للفنانة ياسمين صابري بعدما العربية تقلبت بيها اربع او خمس مرات ونقلوها لغرفة الطوارئ وطبعا حصل الكليشي المشهور اللي بيحصل اللي هو فقد الزاكرة ما تلعلق عليه كتير من الدكاترة هو ان ياسمين صابري طلعت من غرفة الطوارئ لغرفة العناب البشرة الحقيقة انه مفيش حد بشرته نقية وطبيعية والميك اوب بتاعه سابت كده في غرفة الطوارئ ومن الفنانة ياسمين صابري الى الفنان الكبير محمد رمضان محمد رمضان كان برضو محجوز في المستشفى والمفروض انه هو بيعمل رسم تخطيط كهرابي للقلب او الاسي جي والمفروض ان الاسلاك بتاعت الجهاز بتبقى مرصوصة بتتابع معين كل الناس عرفها او كل الناس حتى على الاقل اللي عايز يقيس نبضات القلب او يقيس الكهرباء بتاعت القلب هيبقى موجود على منطقة الصدر محمد رمضان لانه جامد جدا وشايل قلبه على دراعه فعملوا الرسم التخطيط الكهرابي للقلب على الدراع بتحس كده ان محمد رمضان كان رايح الجيم وبيقيس قوة البيسيبس ودي حاجة غريبة لان ده المشهد الوحيد اللي محمد رمضان المفروض كان يقلع فيه فهو ما قال عش فيه الحاجة التالتة واللي اصارت دهشتي في مسلسل النهاية للاستاذ يوسف الشريف شابه يوسف الشريف اللي كاتبه المؤلف دكتور عمر سمير عاطف اللي هو اساس عن خريج كل الطب وطبيب انهو معلق مجموعة من الحاجات وراء الاستاذ يوسف الشريف اللي بيقوم بدور روبوت او بيقوم بدور ايه وواحد من الحاجات المتعلقة دي بتستخدم في عمليات النساء والولادة وفي النهاية لو كانت المعلومات البسيطة دي ما تهمش حضرتك ففي بعض الناس بتاخد معلوماتها من الافلام والتمسيليات واللي كان مقبول عليه كاخطاء ان هي تحصل زمان في العصور السابقة اللي ما كانش فيه دقة طبية بل ما كانش فيه دقة اساسا اللي كانش فيه واحد بيدخل ممثل بيدخل في مشهد بالليل ويطلع منه الصبح فمقاش مقبول دلوقتي في عصر الانترنت وعصر النيتفلكس وعصر مسلسلات علي تلكفاءة في السينما الاجنبية ده لو احنا عايزين يحصل بعض التنافس ما بين السينما العربية والدراما العربية والدراما الاجنبية بس لان الكلام ده مش مهم للمنتجين بتوعي الاعمال دي فما فيش اهتمام كافي بالدقة الطبية وقبل ما نهي الحلقة الغير مهمة لبعض الناس دي احابب اقول رسالة لبعض الاشخاص الى الاستاذ ايمان وطار الى الاستاذ احمد الجندي الى الاستاذ احمد فهمي الى الاستاذ اكرم حسني لا ده لما الدور يكرر يجيلك اكتر من الف مرة يعني انت لما بيجيلك انف الوانزة الناس يقول لك سلامتك الف الوانزة يقول لك الف سلام عليك ده الفرق يعني ده انت واحرم علومات الابوما هل ده بيدحك وفي نهاية الفيديو يا ريت لو الفيديو عجبك اعمل شير اللايك ولو فيش اي اخطاء تانية يا ريت تعرفنا بيها ولو انت متتفرجش على مسلسلات فاحسن برضو كل سنة وانت طيبين مع السلامة اشتركوا في القناة